بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس 158 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في بيان ما تيسر من أحكام النكاه قد انتهابنا البحث في الحلقة السابقة إلى موضوع عشرة النساء فليكن موضوع بحثنا في هذه الحلقة وبالله التوفير يراد بالعشرة لغة الاجتماع والمخالقة فيقال لكل جماعة عشرة ومعشر والمراد بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام لأنه يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أدو منه بقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها وقال صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ويسن لكل من الزوجين تحسين الخلق لصاحبه والرفق به وتحمل أذاه لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا إلى قوله والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب قيل هو كل واحد من الزوجين وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم وينبغي للزوج انساك زوجته حتى مع كراهته لها لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية الكريمة ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيه خيرا كثيرا وفي الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر فيحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر وكراهته لبذله وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة التي يوطأ مثلها لزوجها إذا طلب تسليمها إليه في بيته إلا إذا شرطت هي عليه في العقد بقاءها في دارها أو بقاءها في بلدها وللزوج أن يسافر بها سفرا لا معصية فيه ولا خطر لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم لكن لما كان غالب الأسفار المتعارف عليها في هذا الزمان هي الأسفار إلى البلاد الخارجية الكافرة وبلاد الإباحية والفساد فإنه لا يجوز السفر إلى تلك البلاد لمجرد النزهة والتفرج لما في ذلك من الخطر الشديد على الدين وعلى الأخلاق ويجب على المرأة وعلى أوليائها الامتناع من سفرها مع زوجها لهذه البلاد وما تعورف عليه في هذا الزمان لدى كثير من المترفين من الشباب ولو الثروة من السفر صبيحة الزواج إلى البلاد الخارجية الكافرة لإمضاء شهر العسل كما يسمونه وهو في الواقع شهر السم لأنه سفر محرم يؤدي إلى شرور كثيرة من خلع الحجاب والتزيي بزي الكفار ومشاهدة أفعال الكفار وتقاليدهم السخيفة وزيارة أمكنة له حتى ترجع المرأة متأثرة بتلك الأخلاق الرذيلة زاهدة بأخلاق مجتمعها المسلم إن هذا السفر حرام شديد التحرين يجب الأخذ على يد مرتكبيه ومنعهم منه ويجب على أولياء المرأة منعها من ذلك السفر وتخليصها من هذا الزوج المستهتر لأنها أمانة في أعناقهم ولو رضيتها به فإنها قاصرة النظر لنفسها فلا تمكن منه وما جعل الولي قيما عليها إلا لمنعها من مثل ذلك ويحرم على الزوج وطء زوجته حال حيضها لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض كل هو أدا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وللزوج إجبار زوجته على إزالة وسخن وأخر ما تعافه النفس من شعر يجوز أخذه وظفر ومنعها من أكل ما له رائحة كريهة لأن ذلك ينفره عنها ويجبرها على غسل نجاسة وأداء واجب في الصلوات الخمس فلو امتنعت عن أداء الصلوات الخمس ألزمها بذلك وأدبها أدبا بليغا فإن صلت وإلا حرمت عليه الإقامة معها ووجب عليه أن يستبدلها بغيرها وكذا عليه إجبارها بترك المحرمات واجتنابها بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وأثنى الله على نبيه إسماعيل عليه السلام بقوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة فالزوج مسؤول عن زوجته وهو مسترعا عليها ومسؤول عن رعيته خصوصا وأنها تربي أولاده وترأس أسرته فإذا فسدت أخلاقها واختل دينها أفسدت عليه أولاده وأهل بيته فعلى المسلمين أن يتقوا الله في نسائهم ويتفقدوا التصرفاتهن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه